يعني يمكن دلوقتي بقى الكابيتانو حضرت بالدرع هي الدرع الـ 39 كابتن نهلة سامح كابتن الفريق كابتانو طبعا بابريك لك يعني يمكن على الدرع الـ 39 انا فعلا كلنا فخرين بيكوا فعلا انتوا اسبت ان انتوا فتيات الذهب مبسوطين قوي درع مش مكانش سهلة ابدا عشان يكون في الجزيرة مرة تانية تقولي يعني الدرع الـ 39 مشوار طويل لكي مع النادي الاهلي كلنا فخرين بيكي طبعا كابتانو الفريق بس كانت فعلا فعلا رحلة صعبة للتسعة وثلاثة طبعا كانت بطولة صعبة وزي ما قلت ان احنا كنا بندفع مش عن الحفاظ على اللقب بس لكن احنا بندفع عن مجهود سنين ومتتالية من الأجيال كلها اللي كانت بتلعب ومحافظة على البطولة دي فيمكن البطولة دي كمان مهمة بسبب الظروف اللي حصلة من أول السيزون واحنا كنا متعهدين من أول يوم ان احنا لأ حنلعب وحنكسب على البطولة دي الجمهور من أهلي والمجلس الإدارة وانا بشكر كابتن الخطيب ان هو جنة هو كلمنا بيبركلنا بعد المطش وانا يعني قلت له قلت له احنا فراحت مش هتكمل غير بوجوده طبعا وانا بشكر ان هو جه وهو طبعا يعني ان هو جه وتعب نفسه وجه عشاننا فبشكره وبنهديله البطولة دي والجمهور الأهلي كله والمجلس الإدارة وكل الناس اللي كانت بتشجعنا والفرقة طبعا يعني كانوا رجالة في الملعب فالحمد لله كابت النهلة يمكن بنتكلم عن العامل النفسي كان مهمة قوي في البطولة دي على الرغم من هيك كانت صعبة كانت رايحة جاية جاي موان ما كانش بتاعنا ما كوناش موفقين فيه ولكن قدرنا ان احنا نرجع مرة تانية النهاردة ده نفس اللي حصل شوفنا روح الفانيلا الحمرة في الملعب يعني عايزينك تتكلمي معنا شوية اكتر انت قلت عن يوم رجالة واحنا فعلا كنا نشجعنا من قل يلا يا رجالة فتقولي النهاردة عن العامل النفسي وفكرة روح الفانيلا الحمرة يعني فكرة ان احنا الدوي ده احنا كنا على فكرة الموضوع ضغط نفسي علينا هو ما كانش سهل خالص بالنسبة لنا ان احنا خسرنا دخلنا اول خسرنا اول مباراة ولكن طبعا الفرقة من تاني يوم متعهدنا وكابتن خلد العودي كان معانا 24 ساعة من ساعة بعد الماتش ده وخلال الماتش ده من ساعتها وهو معانا بصراحة في مكان اقامتنا وكابتن العمري وكله كان بيدعمنا وبيكلمونا عشان نقدر نرجع في سلسلة المباراة ونرجع تاني نعمل come back والحمد لله دينا وكان ماتش جامد جدا كان ماتش مقفول لعبنا 3-2 والحمد لله اول ما خلصنا نباح احنا نسينا الماتش واركزنا كله ان احنا نقدر نطلع احسن حاجة عندنا عشان كان الفاينال يعتبر بالنسبة لنا النهاردة والحمد لله وقد كان يعني دائما بنحتفل ولكن اي صفحة حتى بتكون فيها فوز بنقفلها وبنستعدل اللي جاي كاس مصر خلاص يمكن نقل من 10 تيام بنستعدله برضو مع نادي الزمالك خص ما اكيد شفنا ان هو مش قليل ابدا في نهاء الدوري الاستعدادات بقى خالفاتر اللي جاي عشان كاس مصر طبعا احنا يمكن هنفح النهاردة يعني ناخد في وسطنا الحمد لله في الفقاحة ولكن مجاعد ما ننزل التموينة الجاية خلاص صفحة الدو دي تقفلت بالنسبة لنا واحنا متعودين ومتعلمين في النادي الاهل ان احنا كل بطولة مندخل من بعزين لاخدها فالبطولة مهمة جدا بالنسبة لنا وان شاء الله ان شاء الله احنا قدها الف وبرك مرة تانية يا كافتنا شكرا